تعليقاً بقى على الخبر أنت لسا عيله أيوة خبر مهم جداً دلوقتي إيه الأخبار اللي طلعت الخبر الرئيسي بتاع بيانة تحدي الكرة أمس كان إيه؟ محمد يوسف مدرب لمنتخة مصر أشكرك أن يتعاقد مع مدير فني أجنبي أشكرك واحد كنين أنا عينت الكابتن محمد يوسف كمدرب عام وهي يسير الأمور لحد ما يجيب مدير فني أجنبي طب أنا دلوقتي هجيب مدير فني مصري هيشتغل مع كابتن محمد يوسف إزاي هل أبرز الأسماء اللي محطوطة على الترابيزة ما بين رفض وقبول الأعضاء اللي موجودين لحد دلوقتي اللي أنا ما بين قصين برضو مش عارفهم موجودين لحد دلوقتي إزاي بسمع علينا يعني ما بين رفض وقبول كابتن حساب حسن كابتن علي مهر دول أبرز إسمين في أسمي تاني لكن دول أبرز إسمين هل مشتغل كابتن محمد يوسف اللي تعاين مبارح مع كابتن حساب حسن كمدرب عام مستحيل هل اشتغل مع كابتن علي مهر كمدرب عام برضو مستحيل أنا منين عينة الرجل مبارح منين سربت إن أنا بفوض مدرب أجنبي منين أعلنت إنه هو مدرب أجنبي ويشتغل معه كابتن محمد يوسف ومنين النهاردة بقوله إنه هو مدرب مصري وليه مش كابتن محمد يوسف مدير فني صعب صعب حل تخريجة تخريجة للقصة وارد أنا متفق خد بالك بس الخبر لسه جاينا فمفيش معلومات عن المدرب اللي جاي ولا احنا متفقين هكلام أصلا لما بقولك كابتن محمد يوسف بميقى إنه جاي مدرب مساعد لمدرب أجنبي فما بقاش فيه مدرب أجنبي فممكن يتم تساعد الكابتن محمد يوسف مدير فني آآ طبقا بالمناسبة يعني دايما شروط اتحاد الكرب في المدربين المصريين اللي ضربوا المنتخبات يقول لك يبقى كذبان بطولات مع نوته وعمل تاريخ مع المنتخب كلاعب فبالمناسبة الشروط دي عند الكابتن محمد يوسف تاريخ مع منتخب مصر كلاعب تاريخ مع النادي الأهلي بطولة أفراقيا فممكن يكون بالمعايير دي محمد يوسف مدير فني منتخب مصر أول بقى بأوجهوله مهم جدا فيما يخص الكابتن محمد يوسف روي فيتوريا أول ما تولى المسئولية الناس بتنسى أول اسم مدير فني مدرب عامة عرض عليه كان الكابتن محمد يوسف رفض تماما هل هو يعرف كابتن محمد يوسف لا قالك ده في سن و سي في ما ينفعش اشتغل مدرب عامة ينفع اشتغل ايه اشتغل مدير فني واشتغل مدير فني الفرق واشتغل خلال الفترة اللي فاتت فرفضوا قالك أنا عايز حد أصغر سنا طب هل انت دلوقتي وانت بتعين كابتن محمد يوسف وبتقوله انه مدرب عامة مين قالك ان المدير الفني اللي جاي مين قالك المدير الفني الجاي هيبقى لشغل معاك كابتن محمد يوسف أو لا أو لا التخرية الوحيدة انه كابتن محمد يوسف يبقى مدير فني لمنتخب مصر لفترة مؤقتة وان كنت اشك جدا 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 في ندال لا يصل جدا جدا